موضوعنا الأول في حلقة النهاردة عن حالة أو موضوع يعني بيقلق كتير قوي من الأمهات الجدد وهو خاص بالعناية بمنطقة السرة عند الأطفال حديثي الولادة كتير قوي من الأمهات لما بيتقلهم في المستشفى أنتوا بقى هتغيروا على السرة دي كل يوم بيتوتروا وبيخافوا ويقولوا لا إحنا مش عايزين نعمل كده ويطب ممكن أجيبه المستشفى نعمل حكاية دي مع أن الموضوع لا يستحق كل هذا التوتر طبعا دي خطوة مهمة جدا جدا ولكن هي جزء من مسئولية حضرتك الجسيمة الجسيمة تجاه مولودك وأنا هنا بقى بكلم الأم وما فيش أي مانع أن الأب هو اللي يقوم بعملية الغيار دي في أوقات لأن زي ما هتعرفوا دلوقتي العملية بسيطة وليها خطوات محددة وليها أهمية قصوى هتعرفوها دلوقتي حالا المبدأ العام في العناية بمنطقة السرة هو ضرورة الحفاظ على الجزء المتبقي من الحبل السري اللي إحنا مجازا بنسميه السرة اللي بتكون موجودة عند منطقة السرة الحبل السري ده بيحصل له قطعي كده أثناء عملية الولادة وبتفضل حتة تمام الحتة دي يعني لازم فلسفتنا أو هدفنا أن الجزء ده يكون في حالة نظيفة وجافة لحد ما تتبل أو بالمعنى الأبسط تنشف وطقع من تلقاء نفسها يبقى أول معلومة إحنا عايزين نعرفها هي هتقع من تلقاء نفسها؟ آه هتقع لوحدها ما نجيش جنبها إحنا كل اللي بنيت جنبها يعني العناية أنا قصدي إحنا ما نشدهاش ما نعملهاش هي هتقع من تلقاء نفسها طيب أول سؤال وقوع السرة ده بيكون متوقع إمتى؟ بيكون متوقع بعد عدة أيام إلى عدة أسابيع بعد الولادة يعني ممكن بعد أربع خمس أيام بس ده بيبقى بدري أو يعني أو بعد أسبوع بعد أسبوعين وأحنا بعد ثلاث أسابيع وأحنا ناكتر طيب يبقى المفروض زي ما قلنا في بداية كلامنا ابقاء منطقة السرة بعيدة عن أي مصدر للتلوث حد يقول الله طيب هو التلوث ده هيجي منين يعني ده هو الطفل بيبقى لابس هدومه الجميلة وهو لسه صغير لا إحنا هنا بنتكلم عن مصادر تانية للتلوث ومصادر التلوث الرئيسية للمكان ده هو البول أو البراز لأن الطفل راقت على ظهره لما بيعمل يتبول أو بيعمل براز بيقوارد جدا أنه يحصل تماس لقدر الله من البول أو البراز لمنطقة السر طيب يبقى أول درس عايزين نتعلمه المفروض تعملي إيه علشان نتجنب التلوث ده يبقى المفروض لما بنغير أنا بقول نغيره لأن الأب ما تستبعدش نفسك من المعادلة على فكرة الموضوع سهل والموضوع ده بيبقى له كمان ذكريات وواقع عظيم عليك كأب لكن إجمالا الأمهات يعيني هما اللي بيبقوا واخدينها مش بقول يعيني يعني الأمهات هما اللي بيبقوا واخدين المسئولية دي وأحيانا للجدات كمان يعني فيه أمهات بتبقى زي ما بيقولوا كده كشة شوية خايفة فعايزة تشوف ممتها بقى اللي قال جده تقول لها طب بنتي غيري كده وأنا هبص عليكي وهقلدك بعد كده عشوف هنعمل إزاي المفروض لما نغير الحفاظة للطفل لازم لما نلبسها للطفل يعني نلزقها بقى كده يكون القفلة بتاعتها دي تحت منطقة السرة فيهمتوا قصدي؟ يعني السرة ما تبقاش متخبية بالحفاظة لازم تبقى فوقيها فبالتالي أنت بتربطي السرة تحت بتربطي الحفاظة تحت منطقة السرة خلوا بالكوا قوي من الملحوظة دي لأنها ملحوظة تبان سهلة يقول لك عادي يعني ما أنا زي ما بعمل كده الحزام بتاع البنطقة لا لأن هي عايزة دقة شوية إن احنا حتى ممكن نرفع السرة كده شوية لغاية ما نربط بس الحفاظة وتفضل السرة أو الجزء المتبقي منها اللي هيدبل وينشف زي ما قلنا يكون هو اللي فوق الحفاظة ما نغطيش السرة بالحفاظة حلوة كده ايه؟ طيب العناية بقى بالسرة بشكل مثالي بتكون في كل مرة بتغيري فيها حفاظة المولود الله يعني أنا في كل مرة هغير أعمل العناية بالسرة؟ اه ده الشكل المثالي للعناية بمنطقة السرة طيب إذا ما قدرتيش تعملي كده لأسباب بقى أنا مش عارفها يعني فعدد مرات العناية بالسرة لا يجب أنه يقل عن ثلاث أو أربع مرات يوميا أنا ليه بقولي الكلام ده؟ الكلام ده على فكرة له أكتر من وجه يعني أنا خبيس شوية ما أنا بقوله لأن في أمهات بتفتكر أن الطفل اللي لابس حفاظة ده ما هو لابس حفاظة بقى خليه لا الحفاظة دي لازم تتغير في الأوائل كده لازم تتغير على طول لأن الطفل جلده في بداية الأيام الأولى كده هو على طول جلده رائع فلازم الحفاظة دي كل شوية تتغير فأخدتوا بالكم أنا قلت لكم إيه؟ العناية بمنطقة السرة مثاليا بشكل مثالي في كل مرة بتغير فيها الحفاظة بس إذا ما قدرتيش يبقى عدد مرات العناية بالسرة ما تقلش عن ثلاث أو أربع مرات يبقى معنى كده إيه؟ إن الغيار إن إحنا نغير الحفاظة أكيد هيبقى أكتر من ثلاث أو أربع مرات آه هيبقى أكتر من ثلاث أو أربع مرات في اليوم معلش إحنا في الأول بنعمل كل حاجة وفي الأول وفي النص وفي الأخ بنعمل كل حاجة زي ما المفروض تتعمل بعد كده الحفاظة بتتغير بمعدل أقل إنما في الأول بس بتتغير برضو في اليوم كذا مرة إنما في الأوائل خالص في الأيام الأولى والأسابيع الأولى الأطفال حديثي الولادة وقلنا كلمة حديثي الولادة دي ناخدها كده قاعدة إن احنا بنكلم على أول ستين يوم أول شهرين الحفاظة بتتغير أه على طول أول ما تتملي بتتغير خلاص كده طيب العناية بقى بالسرة نفسها بقى منطقة اللي هي اللي هي هتين شاف و تتبقى بس لازم نرعاها دي بتكون عبارة عن إيه بتكون عبارة عن إن احنا بنمسحة بقطعة قطن تم بلاها بالكحول يعني بنبلها بالكحول يعني بنحطها في كحول أو بنرش عليها كحول ونعصرها يعني ما تبقاش مبلولة بتنقط كحول لا لازم تقع معصورة وبنحطها على السرة برفق شايفين أنا بحط إيدي زاو أنا نفترض إن أنا مسك القط اهو تمام كده ونبدأ المسح بطريقة دائرية من الممتصف للخارج شفت أنا بعمل إيدي إزاي أنا هعملها لكم بسرعة بس أنتم ما تعملوا هاش كده يعني أكننا بنعمل كده يعني أهو بدأنا من النقطة دي ونعمل كده ونعمل كده يعني ما بنرجعش لنفس النقطة بس ما بنعملهاش كده لا ده بمنتهى الرفق كل التركيز بيكون على المنطقة بتاعة الجزر اللي هي المقصود بيها يعني مكان التقاء باقي الحبل السري مع بطن المولود إحنا دي المنطقة اللي بنشتغل عليه يعني لو افترضنا إن دي بطن المولود أهو مثلا كده أهو أهو كده أهو خلاص أهو ماشي يبقى المكان لالتقاء دقايا الحبل السري ده أو باقي الحبل السري مع الجلد هو ده اللي بنعتني بيه جدا هو ده اللي بنلف حواليه القطنة اللي معمولة بالكحول بطريقة دائرية الطريقة دي هي اللي بتمنع تلوث المكان ده اللي احنا بنسميه جرح السرة ماهو جرح لإنه قطع الحبل السري ده بيبقى جرح بس هو جرح بيحصل له تجلط خلاص كده تجلط طبيعي فإحنا بقى عايزين إيه مش عايزين إن إحنا نفتح هذا الجرح التنظيف أو التطهير بياخد شكل زي ما قلت التدليك البسيط للسر التدليك البسيط قوي أهو شايفين يا بعمل زي أهو كده خلاص الجزء اللي بنبدأ عليه ما بنرجعه علوش تاني جزء تاني من العناية بالسرة غير التطهير بيكون في شكل تعريض منطقة السرة نفسها للهوى علشان كده العناية المثالية بتكون في كل مرة بنغير فيها حفاظة الطفل يعني الهوى يعني إحنا لما بنشيل بقى هدوم المولود ده وبنغير له الحفاظة صحي كده الهوى إحنا بقى بنرعى السرع دي وبنتهارها وفيه هوى في القض مش هوا يعني مش مشغالين مراوح ولا تكيفات أنا أقصد الهوى العادي اللي موجود في المكان يعني المكان ده مش لازم يتغطى طول الوقت خلاص فترة التطهير دي لازم يدخله شوية هوا خلاص الهوى ده هو اللي بيكمل عملية الحماية وبيسهل إزالة أي مكونات لازجة في المنطقة دي طيب إذا لاحظنا ظهور علامات محددة في منطقة السرة لازم نرجع للطبيب فورا أو للمستشفى اللي تمت فيها الولادة العلامات دي هي عبارة عن إيه إحمرار الجلد إن الجلد في المنطقة دي يكون إحمر فجأة إحمر والعادي ما بيكونش أحمر والإحمرار ده أساسا بيكون حوالين زي ما قلنا قاعدة الحبل السوري اللي احنا قلنا عليها إيه الجزر اللي هو مكان التقاء بقايا الحبل السوري بالبطن ببطن المولود إيه تاني علامة تخلينا لازم نروح المستشفى اللي تمت فيها الولادة أو نروح للدكتور غير إحمرار الجلد ظهور إفرازات صديضية في نفس المنطقة دي إيه العلامة التالتة وجود قطرات من الدم بس الدم لازم يكون لونه أحمر فاتح أو بمعنى أدق أحمر ناري خلاص؟ ليه؟ ليه لازم يكون أحمر ناري؟ ده يدل على إن ده جرح جديد لإنه طبيعي وإنتوا هتلاحظوا ده لما تيجوا تغيروا لولادكو أو بناتكو المولودين لسه طبيعي وجود نقط من الدم المتجلط علشان كده لازم نمسح برق أو بهدوء زي ما قولنا عشان النقط المتجلطة دي إلا قفلت ما نفتحهاش إحنا تانية ما نعودش بقى نحكها كده فتفتح وبمناسبة الحكاية دي عايز أقول لكم كلمة صغيرة عن اختلاف لون الدم ودلالته الدم يا جماعة اللي لونه غامق اللي لونه غامق ده معناه إنه حاجة قديمة الدم الفاتح أو اللون الأحمر اللي هو الناري ده ده دم حديث يعني إيه الفرق ما بينهم يعني مثلا مثلا لما نلاقي لقدر الله لقدر الله يعني لما نلاقي مثلا طفل بيعمل براز وإحنا بنغير له فلاقينا دم مختلط بالبراز ماشي كده بس لقينا الدم ده لونه واضح لونه أحمر أوي يعني لونه زي ما بقول أحمر ناري هنا ما بنقلقش قوي بنتابع بس الموضوع عارفين ليه لأنه الحكاية دي حاجة شهيرة قوي بتعقب حالات الإمساك مش إحنا فاكرين زمان لما عملنا حلقات عن الإمساك فقلنا إنه من ضمن الآليات اللي بتحصل في الإمساك إن البراز المتراكم بقى جوه اللي عايز ينزل ده بيبقى ناشف بيبقى صالد بيبقى جامد فوارد إنه أثناء نزوله مع حزق الطفل إنه يجرح يجرح كده تكون حتة ناشفة منه تجرح جزء من نسميحنا الميوكوزة تجرح جزء من الطبقة الداخلية للمستقيمة لفتحة الشارك بتعمل جرح فالجرح ده يروح واخد شوية دم ينزل مع البراز إنما لو فيه دم لونه غامق يعني لونه غامق كده ومش متجلط ونعجبس لونه غامق قوي لا هنا بقى لا بنقول لا ده ممكن يبقى منشأ الدم ده لك قدر الله حاجة في الجهاز الهضمي والدم ده اختلط بالبراز وبتاعه فده بيستوجب بقى المتابعة بطريقة تانية فهمته قصدي أنا ده كان قصدي بس إن إحنا أكلمكم كده كلمة عن موضوع الدم فإحنا لو لقينا احمرار في الجلد طيب منطقة السرة دي وإحنا بنغير وكل حاجة إحنا لقينا احمرار في الجلد منطقة الجزر دي ولقينا أو أو لقينا إفرازات صديدية خلاص أو لقينا دم قطرات من الدم اللونها فاتح خلاص سواء لقينا بقى الحاجات دي بشكل منفرد أو أكتر من علامة مع بعض هذا أمر يستوجب المراجعة الطبية على طول الخطأ الشائع في عبارة إن فيه لا يقولك ده الإفرازات الطبيعية للسرة السرة ما فيهاش إفرازات طبيعية الإفرازات اللي تخرج من السرة دي دلالة مرضية خلوا بالك وفيه فرق ما بين الإفرازات وما بين قلنا اللزوجة اللي بتبقى نتيجة عملية اللي بتبقى تعقب الأيام الأولى أو اليوم التاني والتالت من بعد الولادة اللي إحنا أثناء ما بنعمل كده بالغيار بتاعنا أو التطيير بتاعنا بتروح على طول إنما الإفرازات دي لأ بتبقى إفرازات صديدية دي حاجة تاني فعشان كده أنا بقولكو ما فيش حاجة اسمها الإفرازات الطبيعية للسرة السرة في الطبيعي ما بتفرزش حاجة لا بتفرز إفرازات ولا بتفرز نوء الدم ولا حاجة خالص على فكرة العملية دي بتحصل يعني بشكل مثالي أوي عايز أقولكو حاجة أي مستشفى فيها صيدلية يعني 99.9% المستشفى فيهم صيدلية وأي صيدلية أي صيدلية في أي مكان في جمهورية مصر العربية ادخلوا كده قولوا لهم إحنا عايزين القطن القطن اللي هو الدائري اللي بنغير به على سرة المولود هتلاقوا الصيدلة في الصيدلية بيتدوكوا بتاع طويلة كده عبوة طويلة كده عبارة عن قطن كده عبارة عن حلقات حلقات يعني دواير 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 كبيرة جدا وسعرها حلو جدا ما فيهاش أي مشكلة هو ده القطن اللي بيستخدم في العناب السر في حاجة اسمها الورم الجايبي السري ايه ده بقى؟ ايه بقى ده؟ بعد سقوط السرة بعد سقوط السرة مش قبلها اللي هي زي ما اتفقنا آخر جزء من الحبل السري واللي قلنا إن هي الموضوع لسقوط السرة ده بيحصل بعد أيام من الولادة أو أسابيع ممكن نلاقي المنطقة دي يحصل فيها تورم خفيف ده بقى اللي اسمه التورم الجايبي السري طيب المفروض إن المولود بيتفحس أي مولود بيتفحس بعد عشر تيام أو أسبوعين بعد الولادة يعني أي طفل بيتولد لازم نرجع به كده للمستشفى أو لطبيب الطفل بقى اللي عن تابع معاه بعد الولادة عشر تيام أو أسبوعين لازم الدكتور يبص عليه يعني دي زيارة مهمة جدا في حال ظهور التورم السري ده الطبيب بيفحسه وبيقيمه إذا كان صغير هتلاقوا الطبيب بعد ما يفحسه بيوصف لكم أحد أنواع المستحضرات الطبية بيكون فيها مادة اسمها سيلفر نايتريت أو نترات الفض يعني دي اللي بتعالجه بس ده إذا كان إيه صغير هيقول لكم ده هتحطوا المرهم ده بالطريقة الفلانية وخلاص ده هيغف الوحيد طيب إذا ما حصلش تحسن خلال أيام بعد ما استخدمته المرهم اللي الدكتور قال لكم عليه ده أو إن الورم ده زاد في المساحة أو إذا بدأ ظهور أي إفرازات فبيتم التعامل مع هذا الأمر جراحيا وبطمن حضراتكم إن ده إجراء جراحي بسيط جدا يعني لا يتطلب التخدير الكل لا يتطلب الإقامة في المستشفى تمام؟ طيب ماذا عن الفتء السري؟ الفتء السري بقى اللي كتير جدا من حضراتكم بيكونوا عايزين يعرفوا عنه بيسألوا عنه وعن كيفية التعامل معه الفتء السري هو عبارة عن إن منطقة الحبل السري اللي هي السرة نلاقيها مندفعة للخارج السرة بقى خلاص اللي هي الوقعت دي وكل حاجة السرة بقى اللي هي زي اللي عندنا دي وكل حاجة وعند المولود حاجة زيها بنلاقيها مندفعة إمتى؟ يعني بنلاقيها بزة كده لقدام مندفعة لقدام أنا مش عايزة أقول بزة يا هي طالعة لقدام إمتى؟ في حالة بكاء الطفل مثلا يعني لما يعيط تبص ليها طلع لقدام شوية تفسير دا إيه طيب؟ تفسير دا أنه بيكون فيه فتحة صغيرة في الجزء العضلي البطن دي فيها عضلات البطن تمام كده؟ حاجة اسماركتس أبدومينس خلاص؟ العضلة بتاعت البطن دي بيكون فيها فتحة خلاص؟ في جدار البطن الفتحة دي هي اللي بتسمح للأنسجة بالبروز ناحية بر لما يحصل عليها إيه؟ لما يحصل عليها ضغط من جوه البطن طيب إيه أشهر أسباب تخلي الضغط دا يحصل من جوه البطن؟ البكاء إن الطفل يعيط والحزق إن الطفل يحزق والحزق دا ظاهرة شهيرة جدا جدا في أول ثلاث شهور من عمر الطفل تمام؟ طيب وبيكون إيه سببه؟ سببه اختلاف طريقة التغذية إن الطفل دا لما كان جنين كان بيتغذى بطريقة معينة بعد الولادة آسف بعد الولادة بقى يتغذى بطريقة تانية فبيحصل الحزق دا وكلما انتظمت عمليات الرضاعة كلما انسحب أو قل هذا الحزق فعشان كده دا بفرصة إن احنا نقول لكل الأمات والأباء اللي عندهم مولود جديد اللي بيقولوا إيه؟ ابني على طول بيحزق كده بيقعد يحزق ويجز على سنانه دا طبيعي وبيقل شوية بشوية لغاية ما يختفي خالص عند تلات شهور طبعا فيه أطفال بيختفي قبل كده طيب هل فتء يبقى قولنا الحزق أو العياط هو اللي بيخله السرة دي ممكن تبرز طبعا فيه أطفال ما بيظهرش عندها الحكاية دي طيب طب هل فتء السرة حالة خطيرة؟ الإجابة إنها حالة مش خطيرة لكنها تستوجب المتابعة الطبية تمام؟ طيب إيه علاجها؟ في أغلب الحالات بيحصل شفاء تلقائي خلال فترة تتراوح ما بين 12 شهر إلى 18 شهر يعني بالبلد كده فتء السرة غالبا أنا بقول شهودة قانون غالبا بيخف الوحده ما بين سنة لسنة ونص لكن ترك الأمر للشفاء التلقائي ده إن إحنا نبقى بنقول آه هنسيبها مش هنعم فيها حاجة بيكون مرهون بتقييم طبي التقييم ده بيقول إيه؟ إن فيه تحسن بيحصل تمام؟ إن مفيش أي مضاعفات وهكذا بالمناسبة دي برضو عايز أقول لكم كلمة سريعة عن حزام السرة حزام السرة ده عارفين الساعة يعني الساعة كده اللي إحنا بنلبسها دي حاجة شبه الساعة كده بتتبع في الصيدليات بيبقى بقى مكان المينة بتاعة الساعة دي هي اللي بتحط على السرة والحزام ده يعني بزاي بيتلف كده على الطفل المفروض إن ده كان زمان بيبقى وسيلة يعني علاجية أو وسيلة طبية إنها إيه؟ بتمنع بروز الجزء ده أو بتمنع بروز الفتء ده حالياً فيه اختلاف على استخدام الموضوع ده يعني فيه ده كترة بتقول نستخدمه عادي وفيه ده كترة يقول لك لأ ما فيش داعي له يعني فاهمين قصدي؟ كل فئة من الفئتين عندهم أسبابهم وعندهم فلسفته لكن هو هل خطير؟ لا مش خطير بس هو الخطورة بتيجي من إيه؟ الخطورة بتيجي ممكن من التلوث أو من استخدامه بشكل قوي شوية فده عشان كده بقى فيه ميل أكتر لعدم استخدامه دلوقتي طيب إذا ما كانش بقى فيه تحسن بيحصل يعني مش إحنا قلنا إن ترك الأمر للشفاء التلقائي بيكون مرهون بالتقييم الطبي طيب التقييم الطبي بيقول ما فيش تحسن بيحصل بيبقى العلاج إيه؟ في الحالة دي طبعا بيكون العلاج هو التدخل الجراحي وإذا كان حجم الفتء ده من البداية كبير بيبقى التدخل الجراحي أطول ما بنستناش أو يعني بيبقى ده القرار وفي حالات الخوف من تعرضه للمضاعفات زي الالتهابات مثلا أو عدم حدوث علامات للتحسن زي ما قلنا خلال 8 شهور على أقل بس في أغلب الحالات في أغلب الحالات اللي بيحصل فيها التدخل الجراحي بيكون عمر الطفل سنة أو سنة ونص فأكثر ترجمة نانسي قنقر